بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع درس الوظيفة النحوية الأفعال الناسخة كان وأخواتها أخواتها لي صار وليس أخوات كان ليس وصار وهم الاثنين يجعلوا المبتدأ والخبر يتغير هما الاثنين يغيروا المبتدأ والخبر كان وصار وليس أفعال الناسخة تدخل على الجملة الاسمية تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها بعد ما كان اسمه مبتدأ سيبقى اسم كان اسم صار وتنصب الخبر الخبر كان مرفوع منصوب ويسمى خبر كان أو خبر صار أو خبر ليس مبعزان هي بتغير في الخبر وتخليه منصوب بعد ما كان مرفوع تمام؟ المبتدأ بيظل مرفوع بس بدل ما بقول مبتدأ أو الاسم كان أو اسم صار أو اسم ليس أو الخبر أو الخبر يصبح خبر كان خبر صار خبر ليس طبعا كان بتفيد المبتدأ اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي صار تفيد التحول ليس تفيد النفي ربنا سبحانه وتعالى بقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها يعني ننسخ يعني نمح إذن النسخ إزالة حكم المبتدأ والخبر بعد ما كان مبتدأ والخبر ما بقى شي اسمه مبتدأ والخبر وتغييره لفظا ومعناء بيتغير لفظا ومعناء والآن نذهب إلى الأمثلة لنطبق عليها مباشرة شوف هنا كان الاختلاف أمرا طبعا لو شلنا كان هتبقى الاختلاف أمرا لكن هنا تغير بقى أمرا بعد ما كانت مرفوعة صارت منصوبة بالفتح ليست توافق شرطا شرطا كانت شرطا بعد شرطا يصير الاختلاف خلافا بعد خلافا بعد إيه خلاف تمام دخلت الفعل المظلل بالأسفل ليس وصار وكان وغيرت المبتدأ والخبر غيرت المبتدأ والخبر مبتدأ بقى مرفوع زي ما هو بس اسمه كان بقى اسم كان أو اسم ليس أو اسم صار الخبر بعد ما كان مرفوع بقى منصوب بقى إيه منصوب هنا بيقول لي أثبت تعلمي السابق هنضع خط تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر أبو بكر ده المبتدأ أول ده الخبر خطين فاطمة ده المبتدأ سيدة خطين خلافة ده مبتدأ سنتان ده الخبر خط خطين خط خطين نكمل أبو بكر صاحب خطين الحسن والحسين سبطان خطين المهاجرون والأنصار متأخون خطين خط خطين أتذكر أن الخبر هو الجزء المتمم الفائدة وقد لا يكون بعد المبتدأ مباشرة زي ما شفنا في الأمثلة زي ما شفنا في الأمثلة السابقة أحدد علامة رفع المبتدأ والخبر طبعاً يعني عارفين كلهم مرفوع بالضم كلهم آه ده عاوزك طيب هنروح نحددهم له تاني بقول لي أحدد علامة الرافع نبدأ تاني هنا في المثال الأول هنا أبو أبو أو أبو الواو علامة الرافع إيه الواو طيب وينه أول وأ أول الضم ده المبتدأ والخبر في المثال الأول فاطمة وسيدة الضم في الاتنين الضم خلافة سنتان خلافة الضم سنتان الألف مرفوع بالألف لأنه بسن و كده عرفنا علامات الرافع نروح للمثال الرابع طبعا نفس الموضوع أبو أقول له أبو الواو و صاحب الضم صاحب الضم الحسن الضم هنا الحسن والحسين دول الضم هم الاتنين الضم سب طان سب طان الألف لأنه مسن هذا الخبر المهاجرون والأنصار متهاخون الاتنين الواو هنا وهنا مرفوع بالواو لأنه جامع مذكر سالم حددنا حددنا العلامات العلامات الرافع قبل تعلمي الجديد ولاحظ الصديق عالم بأنصاب العرب خلي بالك الصديق عالم هنا كان الصديق عالما الحسن اتحول الخبر إلى بعدما كان مرفوع بالضمة صار منصوب بالفتح ما أثر دخول كان على الجملة بقي المبتدأ مرفوعا أما الخبر فقد أصبح منصوبا بالفتح هنا صار منصوب بالفتح أعود إلى الأفعال المزللة بالأصفر كان أعود أنه لا أثر لفظية على الجملة الإسمية تحول المبتدأ إلى إسم كان مرفوع والخبر إلى خبر كان منصوب بعدما كان مرفوع أصبح منصوب تمام كل الثاني كده برضو هلقول بها تحول المبتدأ المبتدأ إلى إسم ليس مرفوع منصوب 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 بعدما كان مرفوع أصبح منصوب أصبح منصوب بعدما كان تحول المبتدأ المبتدأ إلى إسم سارة مرفوع المبتدأ والخبر إلى خبر سار منصوب بعد أن كان مرفوع صار منصوب وعيد قراءت المعنى الذي كان يفيد اتصاف اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي بفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي سارة يفيد التحول سارة يفيد التحول ليس يفيد النفية يفيد النفية ليس يفيد النفية يبقى كان يفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي سارة يفيد التحول وليس يفيد النفية لذلك تسمى عزيم الافعال الناسخة حصل التغيير كان وصار واناها الوقت افعال الناسخة تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها بعدما كان مبتدأ مرفوع صار اسم كان او اسم سارة او اسم ليس وبعدما كان خبر مرفوع صار خبر كان او خبر سارة ولكن منصوب بدل مرفوع كان تفيد التصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي صار تفيد التحول ليس تفيد النفي املأ الجدول من الجمل الاتية وفق المطلوب كان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن ناس اخلاقا اا عوزنا نملاله كده كان اسم الفاعل انا نكمل الجدول ده كان الرسول خبر الفاعل اخلاقا اضع على فتحتين علامة نصبه الفتح اللي بعد كانت اسم الفاعل خلافة علامة الرف الضمة علامة النصب الياء مشا المسن صار المدافعون الواو الخبر خائفين النصب الياء لأنه جامع مذكر سالم ليس الحسن طبعا هنا الضمة حفيدين ليس الحسن الحسن هنا حفيدين الياء هنا الحسن تمام كمّل احزف الفعل الناسخ احزف الفعل الناسخ واقعت كتابات الجملة بسيكل صحيح يعني هنشيل ليس اذا الجملة هتبقى مبتدأ وخبر يعني المطر غزير هنا بقى إثبات بعد أن كان نافي أو أصبح المطر غزير تغير الخبر الأبنية عالية الأبنية ضمه عالية ضمتين كانت الأمهات فخورات الأمهات فخورات فخورات كمّل كده بإنتاج بناتهن طبعاً طبعاً هو هنا أهم حاجة المبتدأ والخبر رجعوا زي مكانه بدلاً مكانت فخورات منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة أصبحت فخورات أصبحت فخورات نص أبو بكر وأضع تحت الأفعال الناسخة وأحدد اسم كل منها وخبره أضع خط تحت الفعل الناسخ ستذهب في درس أبو بكر وتضع خط تحت الفعل الناسخ قرأ الجرس أصف فناء المدرسة باستخدام الأفعال الناسخة ليس على نمط المثال آه كان وصره ليس على نمط المثال مراعياً سلامة الضبط يعني أصف فناء المدرسة باستخدام الأفعال الناسخة طيب كان الفناء خالياً أعجل أمثلة با ونزبط المبتدأ والإيه والخبر والخبر كان الطلاب نشيطين منصوبة منصوبة بالياء كان المعلمون متواجدين منصوبة بالياء لأنها جاملاً مذكر سالم صار الفناء ممتلئ أن تحول بعدما كان فاضي هنا منصوبة بالفتحة كان كان اللعب هنا جميلاً بعد المكان جميل ستبقى جميلاً ستبقى منصوبة تمام واحد اثنين ثلاثة أربعة جميلاً كمان واحدة ليس ليس الطلاب ليس الطلاب ليس الطلاب فرحين ستبقى منصوبة بالياء ستبقى منصوبة بالياء ستبقى المبتدى المرفوع والخبر منصوب ستبقى منصوبة هنا كان الفناء ستبقى الفناء كان كان الفناء حط هنا كان الفناء صار الفناء صار الفناء الفناء كمل لا تنسوش الاشتراك واللايك أحباب أستفيد طبعاً الفعل ماضي ليس ناسخ ناسخ يعني بيغير بيمحو الجو اسم كان اسم اسم ايه كان مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره صحوان خبر كان خبر كان الظمة منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره صار المجتهدون فاعلين في المجتمع المجتمع والصارة والإيه صارة فعل ماضي ناسخ فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح المجتهدون اسم صارة مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم يبقى اسمه صارة مرفوع بالواو فعليم خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم يبقى منصوب الياء لأنه جمع مذكر إيه سالم طبعا فيه حرف جر والمجتمع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة مجرور منصوب الياء مجرور ونصبه مجرور ونصبه مجرور ونصبه مجرور منصوب اليوم القناة 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 قائمة لغتي ودرسات اسلامية ورياضيات وعلم في القوائم هكذا ونصبه ونصبه منصوب اليوم السادس هذه المسرحيه ومعرفش عيسي ابن مندي الواجب أولا أملأ الجدول التي أتيت وفق المطلوب صار علي رضي الله عنه زوجا تعالى نحل المطلوب ونبدأ نحل الفعل الناسخ اسمه علامة رفعه طيب الفعل الناسخ صار اسمه علي علامة رفعه قضم خبره زوجا طبعا المنصوبة علامة نصبه الفتحة ليست رقية ليست ليس يعني أنا ممكن أقول ليس رقية الضم الضم بنتين الياء عندهم سن كان أبناء أبناء الضم مجاهدين ألياء ألياء ليس الفاروق الضم أبناء 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 الألف أبناء أبناء منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة أبناء أبناء بسرعة خلصنا وأقناء أبناء وإن كتابة الجمل بعد إدخال الفعل ناسخ عليها. عبد الله الربيعة طبيب ماهرا. هل سارة؟ هل ايه؟ سارة؟ عبد الله الربيعة طبيبا هنا تبقى ايه؟ ما فقول به من اسمه ايه؟ يبقى خبر كان ماهرا برضو صفة صفة يبقى ماهرا طبيب صارة طبيبا كان ابن بازن عالمن بالحديث كان ابن بازن عالي بعد العالمون اعتبق ايه؟ عالمن بالحديثي عالمن صارت ايه؟ عالمن المتسوين كالعين، ليس النهار ولا ليل متسوين بقيت مسنة منصوب بالياء. بعد المية متساويان صير متساويين. صار السعوديون بارعون. صار السعوديون بارعين. منصوب بالياء. في علوم مختلفة. علوم مختلفة. خلاص يبقى بارعون. هتبقى بارعين. في علوم من مختلفة. بارعون بارعين. ليه خبر كان منصوب بالياء. لأن جمع مذكر سالم. يا ترى ليس في حاجة ولا خلاص. خلاص. أرجو. ألا تبخلوا علي. بدعائكم الجميل الذي أحبه. والاشتراك في القناة. وتفعيل الجرس. ليصلكم كل جديد. وإرسال القناة لزملائكم وأحبابكم. لكي نصل إلى مئة ألف بإذن الله. بجهود الأبطال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.